الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسدات وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلقنا رمضان وأن يجعلنا من الذين يتعبدون ويستغلون في هذا الزمن الفاضل في هذا الزمن العظيم أيها الإخوة الكرام أريد أن أشير إلى قضيتين مهمتين فقط وأوجز الكلام بإذن الله عز وجل القضية الأولى أننا سنصوم وهذا الصوم صوم عبادة والعبادة مبناها التوقيف أي بمعنى أن العبادة لا بد أن تكون وفق ما جاء به النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله الله سبحانه وتعالى العبادة ليس ذوقا شخصيا ولا ارتجاليا ولا موروثا تاريخيا وإنما هو أمر من الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عندما نريد أن نصوم لابد أن ننظر ونفكر هل صومنا يوافق صوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى هناك بداية شهر رمضان دائما تكون فيها أزمة واختلافات واضطرابات وأغوال وقيلة وقال والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فمن شهد منكم الشهراء فليصوم فاشترض رب سبحانه وتعالى الذي يصوم أن يشهد بمعنى أن يرى الهلال أو يرى الهلال وخطاب لأمة الإسلامية عامة على الصحيح فهذا هو الشرط لا بد أن يتحقق رؤية الهلال فالرؤية الهلال كيف يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن عليه صلاة والسلام وورد في البخار والمسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يعني لا تصوموا رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى أن يصوم الإنسان إلا إذا دخل شهر رمضان ودخول شهر رمضان يكون بأحد الأمرين إما الرؤية فإن استحالت الرؤية الشعبان يجعل ثلاثين يوما هذا هو وإذا لم يرى بداية شهر شوال نجعل رمضان ثلاثين يوم وهذا هو صارح في هذا الحديث النبي نهى لا تصوموا والنهي هنا يقتضي الفساد فإن صام إنسان قبل رمضان فصومه لا يسح ولذلك النبي نهى عليه الصلاة والسلام أن يصوم الإنسان يوم الشك النبي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما قال عليه الصلاة والسلام ثم أمر كذلك عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته صوموا لرؤيته يعني لبداية شهر رمضان بداية شهر رمضان وأفضلوا لرؤيته أي رؤية الشوال فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فقدروا له قتله كما ورد في الروايات وهنا كذلك الأمر وأمر الوجود هنا ولذلك انتبه هنا صارت قضية بداية شهر رمضان فيها خلافات والناس بعضهم يعتمدون بمجرد الحساب حتى أن بعضهم وضعوا يعني سروات القادمة جدول وهذا الجدول يطبقه يتبع على الجدول هذا خضأ ولا شك في ذلك لأن الشهر ينقص ويزيد أحيانا ينقص بمعنى أنه يكون الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا أو يكون هكذا وهكذا وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين أو يكون ثلاثين يوما ولذلك الاعتماد على الحساب المجرد هذا لا ينبغي بما أننا نعيش في منطقة جوها لا يسامح رؤية بداية الهلال وبالتالي ينبغي أن يتوحد المسلمون على مرصد مكة المكرمة وذلك لعدة أصبار أولا مكة هي قبلتنا نتوجه إليها في صلاتنا وهي قبلتنا أمواتا وحياء إذا كنا أموات يعني نوجه إليها وإذا كنا أحياء نتوجه إليها المسألة الثانية المكة هي التي نتبعها في أيام حجنا في بداية حجنا وفي الوغوف بالعرفات كذلك عيد الأضحى كلها نتبع مكة ومكة لا تلغي قضية استعمال أو استخدام الوسائل الحديثة مثل تلسكوبات يستخدمون ويحتاطون وفيها المراجع والعلماء ولذلك ينبغي أن توحد الجالية باتباع مرصد مكة المكرمة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسدادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر